اهلا بكم مشاهدين الكرام في الفترة الاولى من اموال ومسارات وبداية مع مستجدات السوق السعودي مؤشر تاسي في هذه اللحظات والذي كان افتتاحه عند 8146 نقطة اذا لخامس جلسة على التوالي يسجل ارتفاعات متواصلة واعلى اغلاق بالامس في نحو 32 شهرا اذا بعد مرور نصف ساعة من التداولات يكسب مؤشر تاسي حوالي 70 نقطة ويرتفع ب18 يسجل 8200 وحوالي 15 نقطة وسط قيم تداول بلغت 991 او حاليا اذا سجلت اكثر من مليار ريال سعودي كمستويات سيولة اما احجام التداول فقاربت ال 45 مليون سهم حتى الان مشاهدين الى ارباح الربع الاول لشركة اسمنت القصيم والتي انخفضت ب29% مسجلة 57 مليون و200 الف ريال كذلك انخفاض اجمالي المبيعات بنسبة تبلغ 22.16% وانخفاض كمية وقيمة المبيعات اثرة بشكل سلبي على نتائج هذه الشركة بالنظر مشاهدين لاداء شركة اسمنت القصيم في هذه الاثناء تسجل كسعر تداول 41 ريال الاستهم في المنطقة الخضراء ارتفاعات بشكل طفيف 2 من المائة في المائة ومكاسب طفيفة جدا ننتقل سويا من اسمنت القصيم هذه المرة لشركة ادريس ارتفاع ارباح الربع الاول بـ 68.15% لتحقق 24 مليون و600 الف ريال سعودي ارتفاع الارادات بنسبة 53% وزيادة المبيعات اثرة بشكل ايجابي على نتائج الشركة نلقي نظرة مشاهدين على سهم دريس في هذه اللحظات يشير الى 29 ريالا للسهم بارتفاعات بلغت حوالي 17% تقريبا مكاسب ريال و93 هل لا يستقر السهم في المنطقة الخضراء حتى الان مشاهدين وقعت شركة ابناء عبدالله عبد المحسن الخضر اتفاق تجديد تسهيلات بنكية بالنظام التمويل الاسلامي وذلك مع البنك الاول بقيمة تبلغ 330 مليون ريال بهدف تمويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل واشارت الشركة الى ان مندد حدود التمويل تتباين وفقا لمدد المشاريع الممولة المختلفة لافتة الى انه سوف يتم سداد معظم التسهيلات بنظام المرابحة وبنسبة تبلغ 50% من عوائد عقود المشاريع الممولة بنظر مشاهدين لاداء سهم الخضراء في هذه الاثناء يستقر في المنطقة الخضراء بارتفاعات حوالي 17 تقريبا مكاسب 6 هلالات فقط وسعر تداول 9 ريالات للسهم الى هذا الخبر حيث اعلنت شركتا ولاء للتأمين التعاوني والصقر للتأمين التعاوني ان مجلس الادارة وافق على بدء التفاهم المبدئي لدراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج الشركتين واوضحت الشركتان في بيانين لهم على تداول انهما ستقومان خلال فترة الستة اشهر القادمة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لاجراءات الدراسة الفنية والمالية والقانونية اللازمة لعملية الاندماج ووضع الجدوى الزمني لها ومن ثم عرض نتائج تلك الدراسات على مجالس ادارات الشركتين نلقي نظرة بداية على اداء السهم ولاء في هذه الاثناء يسجل 34 ريال و65 هلالة كسعر تداول ارتفاعات بـ 13 وحوالي 17 مكاسب ريال و23 هلالة اما بالنظر الى اداء شركة السقر للتأمين كذلك يستقر السهم في المنطقة الغضراء مرتفعا بـ 17 و17 كسبا ريال و83 هلالة يسجل 25 ريال و70 هلالة كسعر تداول للسهم في جلسة هذا اليوم الى هذا الخبر حيث اعلنت شركة جبل عمر لتطوير عن انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مراس القابضة الاماراتية في شهر اكتوبر الماضي مبين انه يجري التفاوض حاليا على تجديد المذكرة لمدة اخرى واشارت في بيان لها على التداول انه سيتم الافصح اي مسجدات تتعلق بالموضوع في حينه واشار الى ان جبل عمر كانت قد وضعت او وقعت عفوا مذكرة تفاهم غير ملزمان لمدة ستة اشهر مع شركة مراس القابضة الاماراتية لدراسة التعاون بشكل كامل وذلك لتطوير مشاريع عقارية في السعودية نظرة سريعة مشاهدين نلقيها على سهم جبل عمر للتطوير يستقر السهم في المنطقة الحمراء متراجعا بنسبة تبلغ 20 بيئة المئة فاقدا 10 هلالات حتى الان وسعر تداول هذا السهم 47 ريال و30 هلال دعونا ننتقل الى اسهم قطاع المواد الاساسية لنلقي نظرة على اداء شركات هذا القطاع حتى الان اذا بالانتقال مشاهدين لاسهم قطاع المواد الاساسية وتفاصيل اوفا عن جلسة هذا اليوم نتابع سابق تستهل التعاملات الصباحية وحتى الان يستقر السهم في المنطقة الخضراء ارتفاعات 18 ومكاسب اكثر من 90 هلال سبكيم العالمية يرتفع السهم ب 16 والمتقدمة على ارتفاعات قاربة الـ 2 بالمئة اما الشركة مجموعة السعودية فمكاسب اكثر من ريال للسهم سافكوا على ارتفاعات قاربة الـ 19 بالمئة والكيميائية يرتفع السهم بـ 41 اذا كما تشاهدون ارتفاعات جماعية باللون الاخضر لأسهم قطاع المواد الاساسية ماذا عن اسهم قطاع البنوك نلقي نظرة على اسهم هذا القطاع كذلك يغلب اللون الاخضر على جميع شركات هذا القطاع مصرف الراشحي ارتفاعات بـ 1 و 16 حتى الان بنك الرياضي يرتفع بـ 15 فقط البنك الاهلية التجاري يسجل 66 ريال و 60 هلالا كسعر تداول على ارتفاعات بأكثر من 1 بالمئة مجموعة سنبأ المالية ارتفاعات ومكاسب قاربة الـ 70 هلالا حتى الان البنك السعودي البريطاني 32 هلالا وسعر تداول السهم ويرتفع بقرابة الـ 1 و 15 أما البنك الاول فيرتفع بأكثر من 1 بالمئة مسجلا مكاسب 13 هلالا حتى الان من البنوك الى قطاع الاتصالات ونلقي نظرة على اداء شركات هذا القطاع إذن تفاعل إيجابي مع جميع شركات القطاعات المذكورة حتى الان إذن اتصالات السعودية على ارتفاعات بـ 21 بالمئة اتحاد اتصالات ارتفاعات بـ 13 تقريبا أما الاتصالات المتنقلة السعودية فتسجل ارتفاعات بـ 3 و 18 إلى الأسهم الاكثر ارتفاع مشاهدينا نشاهد إذن على رأس قائمة الشركات السقر للتأمين تتصدر الارتفاعات بـ 7 و حوالي 7 أشهر تقريبا ندريس على ارتفاعات ومكاسب 2 أو ريالين عفوا و 3 هلالات مجموعة السعودية ارتفاعات بـ 4 و 18 نجد أيضا شركة اللوجين تسجل ارتفاعات حتى الآن بـ 24 بالمئة تقريبا وولاء على ارتفاعات بـ 4 و 14 بالمئة إلى الأكثر تراجعا في جلسة اليوم حتى هذه اللحظات نتابع تتصدر القائمة ملاذ للتأمين والتي تتراجع بـ 1 و 13 تفقد 22 هلالة الموساعة على تراجعات بأقل من 1 بالمئة إذن حوالي 18 صادرات نفس النسبة للتراجعات أما الأهلي ريت إذن على تراجعات بـ 17 تقريبا ومشارة على تراجعات بـ 16 كذلك